السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم وعد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز سالم رجزي رقم 5 من الفصل السادس بنتكلم على التستنج ماشين بالحقيقة قبل ما نتكلم على التستنج ماشين احنا كنا بنتكلم على ان عندنا عينات مختلفة والعينات المختلفة في الحقيقة يعني تعتمد على جريبس مختلفة في مكنة الشد طبعاً نشوف مكنة الشد ونرجع لجريبس مرة تانية مكنة الشد في الحقيقة تتكون من 2 كورس هيد كبار أبر كورس هيد ولور كورس هيد طيب وبعد كده عندي التنصيل تست جريبس زي ما أنا شايف سواء كان هنا أو هنا بعد كده بتتكلم على اتنين عمودين كبار شايلين الكورس هيد وبيسمحوا بيه حركة واحد منهم إلى أعلى وإلى أسفل طبعاً شيء طبيعي أن يكون عندي جير بوكس وعنده موتور بيحرك الـ A-System ده ولازم يكون عندي لوتسل عشان أقدر أشيل ايه أو أقدر أسقيس الأحمال تمام؟ طيب بعد وفي الغالب ساعات الأجهزة دي برضو بتبقى كومبي دراز لما نيجي نشوف الجريبس ألاقي الجريبس في الحقيقة شكلها يختلف حسب شكل العينات يعني مثلا عندي جريبس سكرو دي بتصلح ليه الـ Round لما تكون العينة فيها سكرو وتصلح أيضاً وعندي الـ B برضو تحتاج لإيه الجريبس تكون فيه مفهاش ألاوز أو تمشي عادي زي ما احنا شايفينها كده أو ساعات عندي أبص ألاقي الجريبس عبارة عن واخدها V-Shape عشان كل ما تنزل تمسك أكتر على العينة ودي في الغالب بنستخدمها للعينات الصغيرة أما للـ Straps فممكن إن هي تستخدمها برضو في القصة زي كده اللي بيبقى عندي فيه الجريبس فيها برضو أخدها فيه الشيب عشان كل ما تنزل تمسك على العينة دي تنفع للعينة الفلات وممكن العينة عند تكون فلات أو يكون فيها توب زي ما أنا شايف يبقى إحنا قلنا لأن قلنا شكل العينة هيختلف ويعتمد على المنتج اللي أنا باخد منه العينة بتاعتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر